أستاذ صباني بعد تبني نظام الإجازة الماستر الدكتوراه المعروف بالنظام الالم دي برزت توصيات جديدة ونقاش عمومي برزت فيها الدعوة إلى تمديد التكوين للحصول على الإجازة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات ما حقيقة هذا النقاش؟ حقيقة هذا النقاش هو في الحقيقة اللي فهمتنا في اللقاء دي المراكش ومشي التمديد ولكن ندز من هذا النظام الحالي إلى ما يسمى بنظام اكتساب الوحدات هذا كله سيستام دوكريدي وبالتالي الطالب يمكن له يدير ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين على حسب المؤهلات دياله في الإجازة؟ في الإجازة بمعنى الإجازة تكون مفتوحة تختار الوحدات التي تشاء في الحييذ الزمني الذي تريد الحييذ الزمني الذي تريد وقد تستوفيها في ثلاث سنوات تستوفيها في أربع سنوات على حسب كما تشاء هذا هو اللي فهمنا من الوحدة هكذا فهمت هذه التوصية؟ هذا هو اللي فهمت التوصية ترجمة نانسي قنقر